مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وعودة للتواصل والعلاقات بشكل غير متوقع كليا ليظهر جليا أن الرئيس بون له خطى ومسار أحسن من تأزيم العلاقات أكثر إذ أنه وفد المهاجمة الصحف وطنية المقربة من الرئيس بون مهاجمين بشدة الإمارات وكشفين مخططاتها وكشفوا للعالم أجمع ما يخطط له النظام الإماراتي حتى بالكشف عن كون الإمارات تحاول جار دول لتطبيع مقابل المال وغيرها من المعلومات حتى أن التآمر على الجزائر ومحاولة عزلها إلا أنه وفد لكل هذا اللغة الحاصل وتجادبات وتأزم العلاقات فجاء الرئيس بون الجميع بمبادرة وبعث رسالة نصية إلى رئيس الإمارات بن زايد وقال محللون أن ما دفع الرئيس بون للصلح مع الإمارات وتسليح الوضع هو قبوله للوساطة وحسبهم ربط رسالة بون للإمارات بالرسالة التي سابقتها من قيس تعيين للرئيس عبد المجيد بون التي جاءت من تونس للتوضيح للرئيس بون أنهم لن يطبعوا أبدا وكذا يبدو أن تونس توسطت لكسر الخلاف مع الإمارات وإنهاء الأزمة مشيرين إلى أنها القراءة الأكثر ترجيحا ومعقولة جدا خاصة وأن قيس سعيد في برقيته وضح للرئيس بون كل شيء والوسطة بدأت واضحة لأنه بعدها وبعد وصول برقية قيس سعيد للرئيس بون أول خرج له هي بالصلح مع الإمارات وتفاعل مميز من الإمارات بدورها خاصة وأن هذه الرسالة الاستثنائية التي أرسلها تبون إلى بن زايد جاءت مع تكليفه للسفير ودرس سفير الجزائر مع نائب دولة الإمارات منصور بن زايد علاقة التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والجزائر وتناقش أيضا سبول تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين أما وعن البعد الثاني وفق محللين بعد حدثهم عن قبول الرئيس بون وساطة تونس خاصة مع تأكيدها وعدها للجزائر أنها لن تطبع مهما حدث جاء القبول لأن الرئيس بون وفق محللين قبل الوساطة ويريد تهدئة الوضع وتوجيه صفعة جديدة للنظام المغربي الذي فارح كثيرا بتوتر الجزائر الإماراتي والصلح الحالي بين الدولتين لا يخدم نظام محمد ثالث لأن هذا الصلح ينتظر أن ينهي كل جدل لتعود العلاقات لمجرها الطبيعي وبالطبع شريطة أن تتوقف الإمارات كليا عن كل تحركتها المشبوهة ضد الجزائر وتقليم ضمانات بعدم القيام بأي تحرك مشبوه لأن أي تحرك ترتده الجزائر سيعد العلاقات لنقطة السفر وطبعا الأحسن الصلح وتعاون بدل سراع والانشغال ببعضهم البعض حيث أنه على الإمارات أن تكون حذرة في الفترة القادمة ولا تقوم بأي خطوة تجعل الجزائر ترمي كل أغطية الصلح وتلجأ للمواجهة والرد المباشر وغلق أي باب مستقبلا لأي وساطة مع العلم أن الرئيس سبون بعد برسالة أيضا للرئيس المصري وينوي بعض العلاقات وتقويتها مع عدة دول عربية نظرا لوجوب الاتحاد ودعم بعضهم البعض بدل التآمر والصراحات التي تضعف الأمة العربية وتقودها بعض الأنظيم الخبيطة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى النهاية الحاسمة والرئيس سبون يرفض الزيارة ولن تصدق عما اكتشف مخابرات الجزائر من مخاطط ماكرون وتسببه في العودة من المطار بداية الرئيس سبون يرفض مجددا زيارة فرنسا ويتجهل ماكرون مع إرسال تحديد رسل فرنسا بالرد الرادع الذي ينهيك المخاطط الأخير خاصة بعدما كشفته المخابرات الجزائرية مؤخرا إلى درجة تأكيد صحف محللين أن قطع العلاقات بات حسيما وهي أصلا العلاقات التي هي متدهورة كليا وشبه مقطوعة من الجزائر بسبب تهديدات الجزائر لفرنسا ورفض الرئيس سبون زيارة رغم برمجة زيارة في أكثر من مرة وزار عدة بلدان وروغ الرئيس سبون نظره الفرنسي ماكرون وعاد من المطار مباشرة بعد جولات عدة جهل بعدها فرنسا كليا حيث كان ينتظره ماكرون لكن الرئيس سبون عاد من المطار مباشرة ورافضا ختم كل زيارته بفرنسا وهو الأمر الذي أغضب فرنسا وجعلها تزيد من مهاشمتها وتختار لدى الجزائر خاصة وأن الجزائر تسير لعازل فرنسا كليا ليس في الجزائر فقط بل حتى في إفريقيا كما أن شعب الجزائر يرحب بخيار قطع العلاقات مع فرنسا على إطرح حديث صحف عربية وأجنبية عن الأمر خاصة بعد اكتشاف الجزائر وكشف المخابرات الجزائرية وبدقة عالية وتفاصيل كل مخاططات فرنسا المتبتة بالأدلة ولا مجالا لماكرون أمامها خاصة وأن فرنسا هاجت بالمخاططات ضد الجزائر منذ رفض بون زيارتهم وإعادته لجزء النشيد الذي يتوعد فيه فرنسا بالمحاسبة وأصلا ماكرون لو زار الجزائر سيتم اسمعه لذلك الجزء وإلا له وحتى إن زار الرئيس بون قد يطلب عزف ذلك النشيد فالخارجات كلها من الجزائر لم يكن يتوقعها ماكرون وجعلته يتصرف بجنون ومؤخرا الجزائر أطلقت ردودا قوية على فرنسا وكشفت للعالم مخاططاتها الدنيا آخرها لجوء فرنسا إلى بيادقها الإعلامية لزرع الفوضى في لعبة فارسية مكشوفة لزهزة استقرار القارة الإفريقية وقائدتها الجزائر في حيث خاصة بتتها القناة الإداعية الأولى مجددا وتناولت سقطة جديدة للإعلام الفرنسي ممثلا في قناة فرنس بانتكارت أبرز الدكتور ربح العروسي أن فرنسا تلجأ إلى بيادقها الإعلامية لتضليل وزرع الفوضى وقدف سهام الحقد والغير اتجاه الجزائر وإفريقيا وليست هذه المرة الأولى التي تتهجم فيها فرنس بانتكارت على الجزائر ففي فترة الوباء سابقا حاولت تشويه الحقائق وتضخيم الأهلات والشيء نفسه مارسته في تعاطيها الإعلامي مع الملف حرائق الغابات والذي كان مختلفا عن الدول الأخرى حيث حارثت على تقديم أخبار زائفة وكاذبة لتغليط شعب الجزائري وباقي الشعوب حتى لمحاولته الشعب الجزائري وخلقت سدمور بينهم فالدول الأفريقية مطالبة اليوم على اختلاف لغاتها ودياناتها بتوحد في وجه كل من يحاول طمس هويتها وزرع الفتن وسط شعوبها وتربص بأمنها السياسي والاقتصادي مشيرين إلى التعويل على قيادة الجزائر للقارة الصمراء نحو مستقبل أفضل الأفريق بعيدا عن الهيمنة الفرنسية وحلب خيارات الأفريقية خطوة مفاجئة من الرئيس بون تصنع الحدث في الصحافة الأجنبية وكيف رفض التجول في شوارع فرنسا والتحية على الحرس الجمهوري وماكرون في ورطة والزيارة فردة من نوعها وتخلط حسابتهم كليا بداية فجاء الرئيس عبد المجيد بون الجميع بخرجته الأخيرة حول زيارته إلى فرنسا وتأكده أنه كان معلقا للزيارة إلى أجل غير مسمى لعدة اعتبارات وأسباب وضروريات كان لابد منها فالجزائر وضعت الأولوية لعدة دول على فرنسا أما وبعد أن وضع الرئيس بون شروطه وتعليقها وترك ماكرو يمتدر كل يوم وأكد الرئيس بون أنه يرفض أن تكون الزيارة كما يرد لها أن تكون من بعض الجهات ومحاولة إخفاء العديد من الوقائع ومواقف الجزائر حيث عبر الرئيس بون عن رفضه لأن تتحول الزيارة الدولة إلى مجرد زيارة السعر دي يتجول فيها في بعض الشوارع الفرنسية الشهيرة مثل الشونزيليزي ويتلقى التحية من الحرس الجمهوري الفرنسي فيما بدى وجود خلاف بين الطرفين حول أجندة هذه الزيارة التي أسهلت الحبر الكثير فالرئيس بون يريد أن تكون الزيارة وفق ما يتطلع إليه وتنفيذ كل شروطه وليس كما يريد مكرون والمسؤولين في فرنسا إذ أن الجزائر لها هيبتها وسيادة على قرارها وتفرض كيف يتم استقبلها وكيف يتم تعمل معها بجانب الملفات التي تفتح كل شروط قبل قبول أي دعوة الصحافة الفرنسية بدوا مصدومين من تصريحة الرئيس بون وشروطه